لم شملأ الأسر فيينا تفتح مركزا جديدا لدعم أسر اللاجئين في خطوة نحو الانتماج نعم صحيح يعني بصراحة المتر ما تفضلتي أنه فيينا دعم تكون دائما سباقة باستحداث المراكز الخاصة للمساعدة على إدماج الأسر إدماج اللاجئين موضوع أنه فيينا فتحت مركز بالتعاون مع مركز أعتقد اللي اسمه شو كان اسمه ستارت فين حب ستارت فين حب بس هو التعاون اللي حينفز المركز هو انترفيس فين جيم بها هي هاي الشركة اللي حتنفزه فبالتالي فبالتالي بصراحة بتصور أنه يعني مركز حيكون بالغ الأهمية حيساعد اللاجئين الجدد موضوع الانتماج موضوع اللغة موضوع الأطفال موضوع استيعابهم موضوع حماية المرأة يعني كتير من التفاصيل بصراحة بتصور حتكون يعني هامة جدا دوريات اللغة الألمانية والسشارات شاملة يعني بتصور هذا شيء جيد بساعد على أنه فعليا نتجاوز كتير من المشاكل ربما اللي صارت بالفترة الأخيرة المتعلقة بالعنف المتعلقة بالتشدد المتعلقة بمشاكل تعلم اللغة الألمانية يعني بتصور في مركز حيكون بالغ الأهمية وحيستفيد منه كل اللي هو فعليا ضمن إطار لم الشمل صحيح يعني ونأمل أنه يكون فعلا خطوة تجاه حالة نفسية وروحة نفسية أكتر للاجئين هنا بعد عودة أسرهم اشتركوا في القناة